اختتمت اعمال فعالية صوت الشباب في نسختها الثانية والذي نظمته وزارة الشؤون الشباب والرياضة ضمن نشاطات مدينة الشباب 2030 بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ذات الاختصاص وقد جرت عملية التصويت لاختيار تسعة فائزين من أصي 15 مترشح في تجربة ناجحة تحاكي الانتخابات البلدية والنيابية ضمن نشاطات مدينة الشباب 2030 بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل تمكين ومجلس النواب وحيئة التشريع والرأي القانوني ومعهد البحرين للتنمية السياسية اختتمت اعمال فعالية صوت الشباب في نسختها الثانية وقد جرت عملية التصويت باجواء مليئة بالحماس ومحاكية للواقع وبإشراف من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني لاختيار تسعة فائزين من أصل 15 مترشحا في أجواء تحاكي الانتخابات البلدية والنيابية ويسعى الفائزون في الانتخابات من خلال أفكارهم ومخترحاتهم الجديدة على إنشاء مدينة دائمة لا تغتصر على فترة الإجازة الصيفية فقط بحيث تغطي جميع الأنشطة والمجالات فضلا عن زيادة الفرص التدريبية وتنويعها واستغطاب المزيد من المدربين من ذوي الكفاءة كما عبر المشاركون في التجربة الاستثنائية للانتخابات على تعرفهم على العديد من المعلومات من خلال المحاضرات والورش التدريبية وكيفية فترة الدعاية والحملات الانتخابية ويطمح كافة المشاركون في مدينة الشباب 2030 إلى مواصلة المسير لتنفيذ خطط تطويرية شبابية بالتعاون مع القائمين على المدينة لتكون بذلك مدينة جاذبة للإبداع والتطور طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر